السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية اظهار شريط بحث جوجل فلو تلاحظون عندنا شريطين بحث الشريط اللي تحت والشريط اللي فوق فراح اشرح لكم طريقة تقدرون تختارون الشريط اللي تبغونا وتظهرونا بكل سهولة فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة عشان تظهرون شريط البحث الاول كل عليكم تسونا تضغطون ضغط مطول على الصفحة الرئيسية بيظهر معاكم هذه الخيارات تروحون على خيار التطبيقات المصغرة بعد كده تنزلون تحت لما تحصلون خيار جوجل كروم فالأهل لو بتلاحظون ظهر معنا جوجل كروم نضغط على هذه الايقونة وتنزلون تحت هذا شريط البحث الاول تضغطون عليه وتضغطون اضافة بعد كده تضغطون عليه ضغط مطولة وتسحبون بهذه الطريقة على الصفحة الرئيسية وتقدرون هنا تتحكمون في مقاسة بهذه الطريقة فهذا شريط البحث الأول تقدرون تضغطون على زي كده رح يوديكم مباشرة على جوجل أما إذا حبين شريط البحث الثاني تضغطون نفس الطريقة ضغط مطولة بعدين من هنا تروحون على التطبيقات المصغرة وهنا تنزلون لما تحصلون تطبيق جوجل اللي هو هذه الأيقونة تضغطون عليها فهنا هذا شريط البحث الثاني نضغط عليه ونضغط إضافة وبعد كده تسحبونه وتحطونه على الصفحة الرئيسية بنفس الطريقة فهذا الآن شريط البحث الثاني لو ضغطنا عليه رح يودينا مباشرة على البحث بهذه الطريقة فتقدرون تختارون أي شريط بحث إذا حبينكم تحذفون شريط البحث مثلا هذا نضغط عليه ضغطة مطولة ونضغط إزالة كذا اختفى من عندنا بكل سهولة فأتمنى أن الشرح كان مفيد لكم لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة